بس ليه برأيك هلأ صار فيه موضة تهديد يعني شو اللي تغير ما أنك عاشت بفترات أصعب اللي هي فترة الحرب فتعة النظام السوري هاي طبقة سياسية جديدة طبقة متوترة ستنا قبل يعني بتحكي قبل كان فيه احترام بتحكي الشيخ بير رشيد كرامي كمال جنبلاط ريمون قدي قمة قمة الإنسان السياسي اللي اللي أنا كنت كتير معجب فيه لأنه كان حتى قللي كمان بالتأكد أكتر الفرق بين السياسيين هلأ والسياسيين قدما السياسي القديمي كان بيته مفتوح ريمون قدي كنا نفوت صالونه على اليمين أنتوا طالعوا على الدرج صالوني كبير كنا نفوت صباح الخير عميل أهلا بالشباب نقعد عجنب نسمح كل شي عند كمال جملاط كنا نفوت أنا كنت بعدين ولد نقعد وبجو نسمح كل شي عم بيسير ما حدا يعترض عليك هلأ كيف صارو هلأ مخلق مخلق بيخافوا من صورة بيخافوا من صورة طبقة سياسية متوترة برجع بقلك ايها في جزء من هاي الطبقة السياسية خاصة الوزراء اللي جين جين متوترين بس في وزراء كمان بيقولولي ولا صورنا شي صورة بمزق عنا يعني في مجموعة بس في مجموعة متوترة قلتلي انه ولا مرة تهددت بس هلأ عن جديد قبل لا هلأ عن جديد قبل ولا مرة بالماضي تهدد بس انخطفت وكنت هتموت اكتر من مرة اليوم بدي احكي ازا بقلك قدو اول عمية الخاطف قديش كان عمري قدكن عمرك سبعة عشر سنة قدكنت صعبة بالعمر كنت اهبل لي بتقول هيك لأنه كنت اهبل يعني بمعنى طلبوا مني بالجريدة وانا مبلش جديد ولد انه روح صور على الدورة في حريق وكانت الحرب مبلشة وكنت اهبل ما كنت عارف انه في حواجز اتمنعني طاقتوا قلت واخدوني على بيت الكتائب ونزلوني نقيب المحررين هلأ اللي اسمه جزير في الصيفة كان محرط انا اشوفه مرتين تلاتة بالبرلمان شايف ميشو عم بتعمله هون طلو موقفيني الشباب عيط طلو طلعني كان وقته مسؤول مصلحة الطلاب بحزب الكتائب الوزير سابق مشيال سميحة هو اللي شالني من الحبس ووصلوني الشباب على بنات سينما بيبلوس يعني لحد النهار وقالوا لي ما بقى تجي يا أحمد الله ما بقى ترجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة